رئيس الشعب العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية بانه سعر اللحوم المستوردة هيتخط حاجز ال 50 جنيه في الاسواق بعد حساب فرق سعر دولار بالمقارنة بالجنيه لانه ارتفعت الاسعار حاليا بقيمة 4 جنيه لتصل الى 45 جنيه لكيلو اضافة الى زيادات المستمرة واللي هتضرب بالاسعار الى اعلى معدلتها اشار بانه المستوردين توقفوا حاليا عن اي تعاقدات جديدة لحين استقرار سعر الدولار عند نقطة محددة وان التعاقدات التي تمت خلال الشهور الماضية استعدادا لعيد الاطحى من الممكن ان لا تكفي الطلب على اللحوم في الاسواق